السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله مرحبا لأمينة لا تنسى قريبة لبس عليك الله يبرفك ابنتي بشي بي خير اعزكي الله الحمد لله حتى كنزو مش حالة ده وبيش دينا الخط اليوم ما شد لي الخط اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ما ينبيد انت نطلب منك دعي مع اولاد اويا دافعي اللي خدمة باقي ما مجلب اليوم الله ونجد دعي معاهم بزاف يا رب يا رب يا كريم أدعي معا هيا佐 أخوتي كلهم حتى يمرضو جوية ومعا اخوتي كاملين ولا اخوتي كاملين يا رب يا رب يا كريم ادعي معا ليوم جي형ين كلهم ان شاء الله ان شاء الله ن Anthem اسهلا انك زهرة قال letzte الحويس كنتلب منك دعي معاني واخا ابنتي امينة الله يحفظك ابنتي ادعي معا خوي هي ولا عزيني التليفون ايه اولاده اللي قلت لك اشترك دعيني مع عمودك سي اشترك دعيني لخدمة ان شاء الله ان شاء الله يا رب ودعيني معه ان شاء الله الله يحفظك ابنتي بارك الله فيك واصلحك الله للأمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وهذه الاخت وإلا فلا هزا الهم لخوتها غتعاونهم بش مقسم الله ملقت بشتعاونهم حتى هي ضعيفة كتتصل بإداعة خاصة كتلقى الناس مشموعين كتقل يمدعو مع خوتي اقل شيء وحد دفعها الى الامام للا امينة احنا على رأس سنة وغتسالي 2019 وغتدخل 2020 وعادة هناك وعود من عدة جهات بانه في رأس سنة كيوقع وضع مجموعة دي المناصب الشغل الجديدة للشباب هناك القطع الخاص بجموعة شركات بجموعة مؤسسات وضع في البيلون ديالها وفي الاستراتيجية ديالها وضع انها غتدخل عدد دي الشباب بجدد وبالتالي غيخذوا المتقاعدين اللي بلغوا 60 او 63 سنة وكذا في القطع العام في مختلف الوزارات وفي الجماعات المحلية يعني رأس سنة معناها مجموعة دي الناس ربع فعلهم وغيصلوا للتقاعد وغد يمشي ويرتاحوا وكل اللي يقدم تقاعد نسبي وبغي يمشي يرتاح وبالمقابل كيكون هناك مناصب شغل وعمل شاغرة الشباب خصو يدخل يقلب على خدمة وان شاء الله كنوعوا طيبة بزاف الناس كيقولوا وبالنها غتكون كن الله سبحانه وتعالى يكلمنا الرجاء غير كنقول الشباب دي الناس يتقاوا عمل في انتظار لقى عمل خاصة نملأ وقتي بامرين اثنين الامر الاول بذكر الله لان الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس معنى عندي الفراغ نملؤوا بذكر الله والامر الثاني نملؤوا بالتكوين المستمر الشباب دي بلي عاطل مخدمش نقول لي شوف انت في نعمة كونك انك الان عاطل ما تسميها عاطلة سميها راحة بيولوجية وفكرية ونفسية وعاطفية راحة نعمة من اعظم النعم مبادئ املأها بالتكوين المستمر تكون في اي ميدان في الرياضة في العلوم في الاعلاميات في التجارة في التدبير في التسيير في القطع الخدماتي ندرب نقرأ ندير تكوين مستمر نزيد في المدد حتى لا تخدم ما بقاش ديك الوقت في انتكوين هادك البضاء اللي عندك يالله اتدرب معها في العمل ف الوقت الفراغ نكتر من تكوين المستمر ثم فاذا فرغت فانصب واذا ربك فارغب نكتر من الدكر والدعاء هادو جوجة الوصاف ايوا الاحباب والكرام اقسموا بله اقسموا غير وحانت الى كل شاب غادي يلقى الخدمة وغادي يلقاهم برها هذا كلام كنقول لكم بصدق ويقين عيشوا مع الناس عدد الناس كنعرفهم كلك يقلب الخدمة مرت خمس سنوات عشرة سنوات بقيم القهاش وبدك يتسربوا اليه اليأس في قلبه وبدك يتكون عنده افكار سوداوية ومنهم من اصبح يدخلوا الى الفيسبوك ويطلقوا قنابل مدمرة كلام وطعن في كل شيء ولكن فيها اخرى كنعرفهم الحمد لله خدموا في ضل الازمة الاقتصادية والوضعية المتردية خدموا عمل جيد والله حسن مننا خدموا تبارك الله الله مزيدهم خدموا خدمة عظيمة باقين صغار 24 عام 25 عام بوست ممتاز اجرى محترمة جدا في فترة وجيزة كيدر السيارة دياله كيدر الشقة دياله كيدزوج وكي سيفتموا للحج تقدركم تالا عشر سنين خمسة سرعة ماشين سنة كيدركم هو فرماسين لولا باش لانه كان يواضب على هدل الامرين الاتنين اللول هو وقت الفراغ دياله كان عنده التكوين المستمرة ما عنده شوى الفراغ كيقولي كانت تلت شهور ما خدمش أغامش نعتكف اين في حراب العلم كيقرأ كيقرأ الاعناميات قرأ اللغات كيتكلم في فرنسية كوغامو كيتكلم بالانجليزية ممتاز كييقرأ الاقتصاد كيقرأ المحاسبة لعبة الارقام كيعرف شؤون سياسية شؤون نقابية كيعرف العلاقات دولية كيعرف لصافوار فاغ اللو بيان أتخ كيدر بزاف ديالاشياء ديال الطاقة الإيجابية وديال كومون ديغي جيان جوب بزاف ديالاشياء اللي هي مهمة للغاية ومطلوبة في كل وقت وحيم تتعلمها موازة مع ذلك تجده داكرا لله يقرأ حزبا في الصباح وحزبا في المساء ولا تخطئه الصلاة عند كل آدان كتلقى كيجري كيهرول روى غادي الجامع يصنل لله تعالى في المساء كتلقى هالساك ديالو وغادي لله الصال كيتريني كيلي كيحافظ على الجسم ديالو دوز ديك الشهور ديال العطالة رفا خدمة كيكومن نفسه من لجا الكونكو أو جا واحد لان تخطيه القو تبارك الله عليه فجسمه مستقيم مستوي وجهه منور باشوش لغته سليمة المهارة والكفاءة الفنية في الدو رائعة وأعطى الله فيه القا خدمة ممتازة صالير واعر وبسرعة درس سيارة ودردار وتزوجه بخير وعلى خير فهذا كله سهل مهل لكن الشباب اللي كيبقى دائما عاطين وكيبقى يتسن ده الشي كتوبة طواهم وغلق المحفظة ونسى كل شي وكيبقى غير في الفيسبوك وفي المقاهي وفي الأصدقاء الفشينين صعيب باش يلقى عمل فأسأل الله الواحد لأحدا لأمينة اطلب الله تعالى الكريم المتعال أن يهيأ لأخوتك عملا مبارك اللهم يا ربي يسر لهم عمل مبارك اللهم افتح لهم الأبواب المغلقة اللهم ارزقهم القوة وارزقهم المدد وارزقهم التسهيل للوصول إلى عمل مبارك اللهم اجعل العمل يبحث عنهم فضلا منك وإكراما اللهم يا ربي يا كريم وحفظ لإخوة ديالها وحفظ العائلة جميعا وللا أمينة اللهم ارزقك السعد الجميل الله يرزقك زوجا صالحا وذرية طيبة والأحباب الكرام خير ما ندعو به الله سبحانه وتعالى هو أن الكثير مننا ربما مشكلة الكبيرة هي قضية الرزق والرزق عند الرزاق سبحانه وتعالى تعالوا بنا جميعا ندعو الله تعالى في هذه الليلة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل لعله يكون ساعة إجابة فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا غيات المستغيثين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا ولي المؤمنين اللهم يا رزاق السائلين اللهم يا راحم المساكين اللهم يا غيات المستغيثين يا ذا القوة المتين إياك نعبد وإياك نستعيم اللهم إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعيم سبحانك سبحانك يا من قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا سبحانك يا رحمان الدنيا والآخرة تعطي من تشاء منها وتمنع منها من تشاء نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة وقد اجتمعنا وفودا كثيرا رجالا ونساء شبابا وشيبة اجتمعنا في جوف الليل وبحث أصواتنا ورفعنا أيدينا وعندنا يقيم بأنك الآن تسمعنا وترانا وعندنا يقيم بأنك أنت الرحمن الرحيم لن تخيب رجأنا سبحانك سبحانك يا مقيل العثارات يا قاضي الحاجات اللهم اقضي حوائجنا أجمعين اللهم اقضي حوائجنا أجمعين اللهم فرج عنا قربنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا جميعا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا جميعا من حيث لا نحتسب اللهم إنا نعود بك من الفضيحتين من الفقر والدين اللهم إنا نعود بك من الفضيحتين من الفقر والدين اللهم إنا نعود بك من الفضيحتين من الفقر والدين يا باسط اليدين بالعطايا ارزقنا يا كريم سخر لنا رزقا حللا طيبا اللهم وعصمنا من الحرس والتعب في طلب الرزق لا تتعبنا يا ربنا في طلب الرزق اجعله لنا ميسرا اللهم احفظنا من شغل الهم واحفظنا من الذل للخلق يا رحمن يا رحيم نسألك يا مولانا أن تجعل أيدينا هي العليا بالإعطاء ولا تجعل أيدينا هي السفلة بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير اللهم يا مسبب من لا سبب له ويا سبب كل دي سبب يا مسبب الأسباب من غير سبب إنك ترزق بالأسباب وترزق بلا أسباب فمن كان قوي ارزق بالأسباب ومن كان منا ضعيف لا حيلة له ارزق يا مولانا بغير أسباب اللهم يا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سبب لن نستطيع له طلب يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حللا طيبا ولا تجعل لأحد فيه لنا منا ولا في الآخرة علينا تبعه يا رب في الدنيا لا تكون علينا منا من أحد وفي الآخرة لا تكون علينا تبعه من أحد اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غيرك الدين اللهم استجب دعاءنا من غير رد يا رحمن يا رحيم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغننا بحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عن من سواك اللهم اغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم اللهم يا كريم تب علينا واغفر لنا جميع الذنوب والخطايا التي تمنع الرزق وتمنع الغيد اللهم اغفر لنا يا حليم وتقبل منا يا كريم واسمع دعاءنا يا رب العالمين ولا تعرض عنا بوجهك الكريم لا تعرض عنا بوجهك الكريم فإن عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نحن فقراء بين يديك سائلين ببابك واقفين بثنائك نرجو منك ونطلب ما عندك ليس لنا إله غيرك ندعوه ونطرق بابه ونتدلل بين يديه اللهم استفتح لنا من خزائنك اللهم استفتح لنا من خزائنك بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد اللهم كما رزقت زكريا ذرية طيبة بقوة كافها يا عين صاد اللهم نستفتح منك خزائنك سبحانك أنت العظيم أنت الحليم أنت الجواد وأنت الكريم جد علينا من فضلك تكرم علينا من رحمتك وتوب علينا يا مولانا توبة نصوحة فإننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا نتبرأ من حولنا ونتبرأ من قوتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين